والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه السيد رئيس الجلسة الموقر وخادم الأمة الإسلامية الشيخ محمد الماحي ابن مولانا الشيخ الحاج ابراهيم نيز الخليفة سماحة الإمام الأكبر الشيخ أحمد التجاني ابن سيد علي سيسي معالي الناطق الرسمي باسم الحضرة الشيخ محمد الماحي ابن سيد علي سيسي أبناء الشيخ الكبار والأكبر كبار الشيوخ والعلماء المحترمون الدكاترات والفرافسة في شتى الأقصام الأكاديمية المرحب بهم جميعا ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع أسقاء المأمورة المهنؤون يا من جبتم القفار والمواني وقد شابك الملاح تلك الزحائبا يا من أتيتم هنا لا فذاجة ولا فراغا لأوقاتكم إنما لتشتركوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهنا عاش مولانا شيخ الإسلام الشيخ الحاج إبراهيم نيس يدرس السيرة النبوية الشريفة قرابة نثف قرن ينهل منه الحضور محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام بعد أن كون رضي الله عنه مدرسته على العريقة والتي تخرج منها الفطاحلة من العلماء مثل السيد علي السيسين والشيخ أبي بكر السرنبي والشيخ عثمان جاي والشيخ قمر التوري والشيخ عبد الله النيس والشيخ تجان النيس والشيخ مريم والشيخ إبراهيم محمود جوب ومن لف لفهم من من تتلمذ على يديه رضي الله عنه من البداية إلى القمة علماً بأنه لا يكون كل عمل نافع وكل مبادرة طيبة ولا يكتب لها الدوام إلا بفضل ورثة يعرفون قيمته وأجيال تسعى جاهدة لتجعل الواحد منه ألفاً أو ألفين وبدون مثل هذه الكوادر المثالية أولئك العشاق الذين ينمو بأحضانهم هذا العمل ويترعرع وينمو فإنه سيجف ويتهشم وكأنما هبت عليه ريح الصموم هنيئ لنا بهذه النهضة العلمية وهنيئ لنا بهذه الحملة الميمونة والخدمة الدعوية رضي الله عن الشيخ حيث يقول مخاطباً القائمين بمثل هذه الأعمال الدعوية وجاز أحبابي وأنصار منهجي بنيل مراد مع كمال رضائي ولا يبتلين الله بالزيغ والهوى نعيش على البيض ليوم لقائه فلم أر في شرق البلاد وغربها فلم أر في شرق البلاد وغربها نظيراً لأحبابي عموماً فلخخي سيداتي وسادتي أنقل إليكم جميعاً تحية أهل كالو وملؤها وملؤها التجلة والإحترام والتوقير هي المدينة التي أحبت الشيخة وأحبها الشيخ أكرم الشيخة فأكرمهم الشيخة ومما قال رضي الله عنه في حق أهل كنو أهل كنو جزاهم الرحمن خير الجزاء فهم الإخوان قد شربوا من فيضة التجان وقد سقوا بأكبر الكيسان تمسكوا بظاهر الشريعة مع الفنى شؤونهم بديعة جمع شريعة جمع شريعة مع الطريقة إلى الحقيقة العرى الوفيقة خرجت من كنو وكلبي بكنو ولملاء وأحبابي بكنو سكنوا عاشوا معافين جميعا بكنو وبعد ذا في إليين سكنوا فهم أحبتي وهم أنصاري بقوا مدى الدهر بفيض جاري من مشاكل العصر الحالي أساد الحضور إن في عصرنا الحالي توجه الأمة الإسلامية عدة مشاكل وتحديات ذات طابع ديني واجتماعي وسياسي ما لا يحصيه العد والحسبان ومن أكبر ذي المشاكل التي تؤثر على المسلمين في العصر الحالي التطرف والإرهاب وتطرف هو نتيجة نتيجة ظهور جماعات متطرفة ترى ترى أنها تعيش الإسلام الصحيحة وتستخدم العنف والإرهاب لتحقيق أهدافها وتحدث التفرقة داخل صفوف الأمة الإسلامية ما لا يتمشى مع قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى وأطيءوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذحب ريهكم وقوله أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيءوا الله وأطيءوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله ولا اتمشى ذلك مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ترك فيكم ما إن تمزكتم به لن تضلوا كتاب الله وصنة أسباب انتشار التطرف أولا من هذه الأسباب الجهل بالدين الكثيرون من المتطرفين يفتقرون إلى المعرفة الصحيحة للدين الإسلامي ويتبنون تفصيرات ضيقة ضيقة وخاطئة للنصوص الدينية هذا الجهل بالدين يؤدي بهم إلى سوء فهم مما يجعلهم أرضة للتأثر بأيديولوجيات خاطئة ومتطرفة ثانيا الظروف الاجتماعية والاقتصائية الفقر والبطالة والظلم الاجتماعي كل هذه بيئة خصبة لنبو التطرف عندما يشعر الأثراب بالإقصاء أو الظلم قد يلجعون إلى الأيديولوجيات الأيديولوجيات المتطرفة وسيلة لتبرير غضبهم وللتعويض عن فشلهم في تحقيق طموحهم التالي الدعايات المتطرفة الجماعات المتطرفة تستخدم وسائل الإعلام بما في ذلك الانترنت لنشي أفكارها وجذب أفراد جدد لينضموا إلى أيديولوجياتهم خصوصا الشابات والشببة الذين يشعرون بالضياع أو الإغتراب في أوطانهم العلاج الناجع لهذه التصوفات التعليم الديني الصحيح نشر التعليم الديني المعتدل القائم على الفهم الصحيح للنصوص الدينية يجب أن يتعلم الناس أن الإسلام دين سلام وتسابح وأن التطرف ليس جزءا منه قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثانيا تشجيع العلماء والمفكرين على تقديم تفسيرات عقلانية للنصوص الدينية الصحيحة والرد على أفكار المتطرفين بالشكل واضح ومنطقي التالي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة وتوفير فرص عمل وتعليم للشباب مما يقلل إنجذابهم للأفكار المتطرفة رابعا معالجة الفقر والبطالة التي تعتبر من أهم الأسباب التي تدفع نحو التطرف والعنصياء لتلك الأفكار المتناقضة لمفهوم الإسلام الصحيح التالي تعزيز العدالة في الحكم دعم الحكم الرشيد وتعزيز العدالة في المجتمع لأن العدالة سمة وحقيقة واقعة بل فريضة واجبة فرضاه الله على الجميع دون استثناء بدأ بقاعد مسير هذه الأمة عليه الصلاة والسلام قال تعالى فلذلك فلذلك فادعوا واستقم فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع هواءهم وقل آمنت بما أنظل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ولا ننسى بمقولة عمر بن عبد العزيز لأحد عماله لما طلب منه مبلغا لما طلب منه مبلغا من المال ليرم مدينتهم لخراب أصابها قال له فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها والسلام وكتب إليه أيضا واحد من عماله من خراسانا فرد الخليفة إليه قائلا فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسانا قد ساءت رعيتهم وأنه لا يسلحهم إلا الصيف والصوت فقد كذبت بل يسلحهم العمل بل يسلحهم العدل والحق فافصد ذلك فيهم والسلام قال تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِلتَّقَوَى طبعا عندما يشعر الناس بأن حقوقهم محفوظة وأنهم يعيشون في مجتمع عادل يصبح من الصعب جدا على التطرف جذبهم إلى صفوفهم التالي تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة مما يزيد من ثقة الناس في حكوماتهم ويقلل من شعورهم بالإحباط أو الظلم ما يؤدي بعض الشباب إلى الاقتحام في المخاطر للهجرة برا أو بحرا إلى الدول التي يرون أنهم يجدون فيها مناخا أو تخفيفا عما هم فيه من المعاناة مراقبة وسائل الإعلام والإنترنت لمنع نشر الدعايات المتطرفة يجب أن تكون هناك رقابة على المحتوى الذي ينشو وفي الوقت نفسه تعزيز المحتوى الإيجابي والمعتدل يعزز من فهم صحيح للإسلام إنشاء منصات إعلامية قوية تروج لقيم التسامح والسلام ودحض الدعايات التي تروج لها الجماعات المتطرفة تعزيز الحوار بين الأديان والطوائف تشجيع الحوار بين مختلف الطوائف والجماعات الدينية لتقوية التفاهم والتعايش الثلمي لأن القضايا الطائفية موجودة في النفوس وتنفخ في الصدور فإذا لم ينفخ عنها بالحوار تنفجر بالصراع ثم إن أي حوار يجري في مجال التفاهم الفكري لإنكشاف أوامر الله لا يثير مشاكل وإنما يثيرها إذا عمم على الصعيد الاجتماعي أو الصعيد السياسي وهذا ما يلزم إنكقاؤه لا أصل القضايا محاربة الطائفية والانقسام داخل المجتمع الإسلامي وتعزيز الوحدة والتضامن بين المسلمين دور المجتمع والأسرة توعية الأسرة بأهمية التربية السليمة ونشر القيم الدينية الصحيحة بين النشء لتجنب تأثيرهم بالأذكار المتطرفة والخطيرة يقول المثل عربياً كان أو غيره مرع النشء صنع رجال الغد تعزيز دور المجتمع المدني في توعية الشباب وإرشادهم نحو السلوك الصحيح وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة بناءة وخاصة ففي الحديث ما نحل والد ولده بنحل أفضل من أدب حسن الخلاصة التطرف هو تحدي كبير يتطلب مواجهة شاملة تشمل التعليم العدالة الفهم الصحيح للإسلام ومعالجة ومعالجة الأسباب الجزرية للتطرف يمكن تقليل تأثير الجماعات المتطرفة سيداتي وسادتي نزراً لما حُدِّد لي من الدقائق والثواني أحاول الوقوف هنا لأُقدِّم تشاقُّراتي للذين رشَّحوني لتقديم هذه الكلمة لولا أنني في هذا المقام لولا أنني في هذا المكان لقلت كليمة ولكن الكلمة التي أُلقيت هنا لا تكون كليمة إنما تكون كلمة أسألُ الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يمُدون عجلة هذه السيارة إلى الأمام وإلى الأمام وإلى الأمام وجَضَ الله القائمين بهذه الخدمة العريقة خير الجزاء وأقول وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا